دكتور محمد عوى التاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية صباح الفل يا دكتور صباح خير يا فهنم أهلا بي أهلا بحضرتك في البداية عايزة أشكر حضرتك على الرد السريع وكمان تكذيب الإشاعات اللي انتشرت أنه الفيروس منتشر في مصر هو زي ما حالك قلت هو سريع الانتشار لكن ما عندناش حالات في مصر محتاجين من حضرتك تطمن كل اللي بيتابعونا أنا بتالي حالك قلت كل حاجة خلاص احنا عايزين نصيح من حضرتك شونا فهنم في هذا الملف يعني أعتقد على مدى السنوات اللي فاتر كلها الدولة لم تخفي أي شيء في هذا الملف خصوصا أن وباء كورونا وكل متحوراته أو أي أصباط بجهاز النفوش هي شيء عالمي موجود والتحاول ده موجود روح في أكثر من 50 دولة فأحضرتك ليس هناك أي سبب أو داعي أن الدولة تخفي شيء في هذا الملف إنما احنا قلنا وبنقول دايما إذا تتقلات في هذا المتحول هنقول إنما المحاجات الحقيقات المؤكدة أن فيروس كورونا وإصاباته لسه موجودة موجودة في العالم كله وعندما أعلنت المنظمة انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بكورونا لم تعلن انتهاء وباء كورونا فإذا لسهارات كورونا موجودة انتشار أنواع متعددة من إصابات الجهاز التنكوسي بالفيروسات التنكوسية ده شيء وارد وموجود في كل وقت إنما حتى هذه اللحظة زي ما قلت أن لم ترصت حتى الآن حالات جديدة بالمتحول الجديد في مصر والرصد الوبائي الموجود بيقول أن ليس هناك أي زيادة تسير الانتباه في انتشار هذا الفيروس من ناحية وإن الحالات كلها حالات بسيطة وتعالج وإن ما فيش حالات شديدة أو رصد حالات وفيات نتيجة الإصابة بكورونا فإذا هذا هو الموقف الوبائي عالميا كل العالم حتى الدول يعني هو زيادة في الإصابة بهذا المتحول مثلا في الولايات المتحدة في شكل 17% بالإصابات بفيروس كورونا 17% يعني مش 100% ولا 80% ولا حال ثانيا هو أكثر المتحولات انتشارا في العالم والملحوظة التي رصدت كما ذكرنا أنه بينتشر بسرعة ودي غالبا بتبقى إحدى المقاومات بتاع أي تحول جديد في فيروس كورونا أنه تكون أكثر انتشارا لأنه جديد والجسم لم يتعامل معه قبل كده ومقاومة الجسم لم تتعامل معه فاحتمالية أنه انتشر أكتر هي دي الميزة أو الظاهرة الجديدة في هذا المتحول دكتور عوض اسمح لي أسأل حضرتك بس أنه إحنا عارفين أنه هو انتشار وسريع عن بقية المتحولات القديمة هل ده ممكن يشكل خطورة علينا لا أكتورة على المشكلة الوحيدة أنه لما بيكون أكثر انتشارا يبقى عدد خلال الإصابة تكون أكثر يعني بمعنى إيه حضرتك فرنسي سألتك أن المتحول اللي قبله كان عندما ينتشر يصيب خلص الفاس العدوى يعني فهذا أكثر انتشارا يعني ممكن جدا يكون بيصيب سبعة أو تمانية يبقى عدد الإصابات بتبقى أكثر فيبان أن المرض أكثر انتشارا طيب دكتور محمد يعني هاخد من حضرتك أكيد نصايح ننصح بيها المشاهدين وهل هيكون في الفترة اللي جاية تطعيمات جديدة هل الأعراض بتاعته مختلفة عن الأعراض اللي احنا معتدين عليها لأوميكرون وكورونا نرجع للإجراءات الاحترازية محتاجين نصايح حضرتك الحضرتك بالنسبة للأعراض لم تهترف كثيرا عن أي إصابات سابقة بالكورونا أو أوميكرون ولا تهترف كثيرا أيضا عن الإصابة بفيروسات الجهاز الترخزي كلها متشابهة أعراض برد رشح عص بيكون معا نتهاب في الزور وتكسير شوية في الجسم وفي بعض الأحيان بيكون هناك ارتفاع في درجات الترخز في بعض الحالات طبعا قد تصيب الجهاز الترخزي يجي نتهاب في الشعب الهوائية وفي حالات قليلة ممكن يحصل الاتباة ترى وهنا بقى نصيحة هي الوقاية خالك قلت في الأول وده أكيد الوقاية تيجي إزاي؟ تيجي نهدر أحطات لما حد يكون عنده برد بصرف النظر عن سببه أو رشح أو عالسة أو كده وصنفت على أنها إحدى التهابات التالي الترخزي نتخذ بأن أولا يعني اللي عنده المرض ده يعتكف يومين ثلاثة حتى لا ينشر البرد بين المخلطين ليه أو زملائه أو في وسائل النهل إلى آخره وفي نفس الوقت اللي ما عندهش يحتاط أن يصاب بهذا المرض النقطة التانية المهمة لشيئتك كبار السن أو الأطفال اللي هم أكثر بعرضة لمشاكل التهابات الفيروسية أو اللي عندهم أمراض مزمنة زي الصدر أو القلب أو أورام إلى آخره يجب يكون احتياط شديد لأن في الحالات دي قد تكون بصابة الكالة التنكرسي السوفي أكثر من تشارة بينه بشكر حضرتك جدا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية شكرا لوجود حضرتك معنا في صباح البلد وشكرا أن حضرتك دايما بتتواجد في وسائل الإعلام وبتظهر في أسرع وقته وبتلبي يعني أن دا دايما نحن عايزين نعرف إيه الصح عايزين نتطمن عايزين نعرف صحة الشائعات صحة الكلام ونرد عليه دايما فدايما حاجة بتكون سريع الرد والتواجد شكرا لحضرتك شكرا جزيلا أظن دكتور محمد عوض تاج الدين هو أفضل من يطمئننا على الوضع الحالي وأنه فعلا ما عندناش أي حالات تم تسجيلها لإي جي فاي في مصر مش محتاجين نحن نتوتر ما نمشيش وراء الإشعاعات الدنيا برد دور برد زي ما قال دكتور محمد